بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان الكلام في غاياتي ومقاصدي التقنين التي لا بد من ملاحظتها وأخذنا الغاية الأولى والمقصد الأول وهو ما عنوناه بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الإنسان العامة وعلى حياته الأسرية بالنسبة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الإنسان العامة هذا قد قرأناه في التسجيل السابق الآن الكلام فعلا في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الأسرية للإنسان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على علاقة الزوجة مع زوجها على علاقة الزوج مع زوجته على علاقتهما مع الأولاد على مستقبل الزوجين على نجاح تأثير هذه التواصل وسائل التواصل تأثير هذه الوسائل على نجاح مشروع الزواج تأثيرها على بقاء الحياة الزوجية إلى هذه الدرجة وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى هذه المرحلة وهي أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى ماذا؟ إلى انفصال الزوجين وللأسف أحيانا طبعا بشكل واضح جدا يقال فلان انفصل عن فلانه بسبب مثلا مشكلة حدثت بسبب الهاتف أو الآيباد أو نحو ذلك أحيانا بهذه الطريقة وأحيانا لا أحيانا أسباب تتراكم وتتراكم وهذا عادة يحصل أسباب تتراكم وتتراكم نهايتها الطلاق طبعا الناس لا يقولون أنه فلانة تطلقت من فلان بسبب الهاتف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وإنما المرأة ترمي باللوم على الرجل والرجل يرمي باللوم على المرأة وأحد العائلتين تلوم العائلة الآخر وما إلى ذلك لكن الأسباب الحقيقية ينبغي الالتفات إليها من ضمن هذه الأسباب هو ماذا؟ هو وسائل التواصل الاجتماعي وأتوقع أن هذا الأمر لا يحتاج إلى بيان مجلد أنه الإنسان يلتفت إلى العلاقات الاجتماعية ومدى تأثير هذه الوسائل على الحياة الزوجية يعني يدرك ذلك بوضوح لعله نحن تصلنا الأسئلة لعله كثيرا فالمسألة لعلها تكون أوضح عندنا يعني أمرأة تشكو من زوجها الزوج يشكو من زوجته ما إلى ذلك فقال دامت بركاته ثم بعد تكوين الأسرة يتأكد في شأنه في شأن الإنسان بعد أن كون أسرتين يتأكد في شأنه لا اعتناء بقوام شخصيته ونضجه ومتنانته واستقامته المفروض بالإنسان بعد أن كون أسرتين صار صاحب مسؤوليه فالأمر يتأكد في شأنه يشتد في شأنه لا بد أن يعتني بإيجاد شخصية مناسبة لهذه المسؤولية قوام شخصيته تكون متزنة يكون ناضجا ما إلى ذلك قال من خلال رعاية الاهتمامات المتقدمة بشكل أكبر الاهتمامات المتقدمة طبعا ذكرها أنه مسألة العمل التعامل مع الآخرين ما إلى ذلك مما تقدم في التسجيل السابق قال وتضاف إليها إلى تلك الاهتمامات العامة تضاف إليها اهتمامات خاصة اهتمامات أسرية مثل المعاشرة الملائمة بين الزوج والزوجة والأولاد هناك معاشرة لا بد أن تكون على نحو ملائم بين المرأة والرجل وبينهما وبين الأطفال الأولاد طبعا الأولاد أعام من الذكور أو الأنث أو الأناث أفوا قال فتهتم المرأة بإدارة البيت وحضانة الأولاد إدارة البيت هذا من أهم التكاليف إن صح التعبير للمرأة وحضانة الأولاد والعناية بالزوج المرأة لا بد أن تبذل جهدا كبيرا في العناية بزوجها الزوج يحتاج إلى عناية نعم يحتاج إلى عناية كما أن الطفل يحتاج إلى عناية الزوج كذلك يحتاج إلى عناية وإهمال المرأة لزوجها هذا من شأنه أن يؤدي بالعلاقة إلى ماذا؟ إلى الخراب إما بالانفصال الحقيقي انفصال يعني بالنتيجة يحصل الطلاق أو لا الانفصال النفسي بسبب الإهمال من قبل الزوجة لزوجها يحصل انفصال نفسه ولا أقل أنه يفكر بغيرها فهذا من الأمور التي في غاية الأهمية في نجاح البيت الزوجي قال وبنفسها تعتني بنفسها عناية المرأة بنفسها من الأمور المهمة جدا في نجاح الزواج العناية بالنفس طبعا أمور هي تحتاجها مثلا الأناية بالصحة مثلا وأمور لا يحتاجها غيرها الأناية بنظافة نفسها الأناية بجمال نفسها التزيين نحو ذلك من الأمور التي تتوقف عليها الحياة الهنيئة للزوجين قال وقد يكون لها عمل أو وظيفة أحيانا المرأة بنتيجة زوجها فقير مثلا فتعينه تعمل بعمل شريف في البيت مثلا لا بأس أو وظيفة هي موظفة في مثلا دائرة حكومية أو ما إلا ذلك وقد يكون لها عمل لماذا قال وقد يكون لأن قليل هذا يعني عادتين المرأة عندما تتزوج لا تعمل وهذا هو الأنسب للعائلة التي تريد أن تربي عائلة بالنتيجة يكون لها مستقبل المفروض أنها تهتم بها أكثر من عملها قال وقد يكون لها عمل أو وظيفة ينبغي القيام بمقتضياتها في حدود لا تخل بدورها الأسري هذا مهم جدا تريدين أن تعملي اعملي لكن لا بد أن تراعى الحدود بحيث لا تخلين بدورك الأسري فإذا تعارض العمل مع تربية الأولاد فتربية الأولاد هي المقدمة هذا لا بد أن تقتنع به المرأة لا بد أن تقتنعه وأركز عليه إذا شخص عنده بالنتيجة ضبابية وعدم وضوح في هذه المسألة فليخبرني حتى أوضح المسألة أكثر لا بد أن تعي النساء من بداية شبابهن أنه أنت عملك الرئيسي هو إنجاح المجتمع كيف أن نجح المجتمع عندما أزرع بذرة في هذا المجتمع تكون شجرة في المستقبل هذه البذرة هي الأولاد الأولاد كيف يصلحون؟ يصلحون بالتربية الصالحة التربية الصالحة تحتاج إلى بذل جهد وإعطاء وقت وبذل الطاقات الكثيرة في كثير من الجوانب لكي ينجح الطفل كي يكون ماذا؟ كي يكون مثمرا في المجتمع ولا أقصد بأنه ينجح يكون متدين فقط لا لا النجاح الدنيوي هذا مطلوب يكون دكتور مثلا يكون مهندس ناجح ما إلى ذلك مخترع هذا ضروري أنه المرأة تعي هذه المسألة نجاحك الحقيقي في بيتك كل ما تنجحينه في الدائرة في المستشفى كذا كذا هذا ليس نجاحا حقيقيا النجاح الحقيقي الأساسي هو ماذا؟ هو أن تربي طفلا يكون في المستقبل ماذا؟ أمهر الأطباء مثلا نعم قال في حدود لا تخل بدورها الأسري ويتم ذلك من خلال التفاهم مع الزوج واضح الزوج له بالنتيجة له الحاق في منع زوجته من الخروج ومن العمل ما إلى ذلك إلا إذا اتفقت في بداية الزواج هذا مسألة أخرى نعم قال ويهتم الرجل كذلك بالعمل والوظيفة وتحصيل الرزق هذا من أساسيات عمل الرجل وحسن المعاشرة بالمعروف مع الزوجه والسهر على راحة الأسرة والقيام بشؤونها والاستعداد للمستقبل الزوج بالنتيجة هو مدير البيت فلابد أنه يتطلع إلى مستقبل أولاده مستقبل أسرته أنه أنا مثلا ليس عندي الآن مثلا بيت أحاول أن أخطط لي تحصيل بيت مثلا أحاول أن أحسن معيشتي ابني سوف يكبر يحتاج إلى زواج يحتاج إلى مصروف هذه الأمور لابد ماذا من الاستعداد لها هذا كله السيد يقدمه ليبين ماذا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقة الزوجية والأسرية عموما قال وقد لوحظه في العديد من الحالات السيد يقول لوحظه يعني السيد ينقل حالات واقعية وقد لوحظه في العديد من الحالات التأثير السلبي لاستخدام وسائل التواصل على أي شيء يؤثر استخدام وسائل التواصل على أداء المرأة أو الرجل للدور الأسري هناك دور أسري على المرأة وهناك دور أسري على الرجل هذا يؤثر عليه ماذا استعمال واستخدام وسائل التواصل قال بانشغال الآن سوف يبدأ بالمرأة ثم يذكر الرجل قال بانشغال المرأة عن الاهتمام بالبيت تنشغل عن اهتمام ماتها المنزلي التنظيف الترتيب ما إلى ذلك من هذه الأمور أو الأولاد أولادها يحتاجون إلى رعاية طبعا لا نتكلم عن الجانب المادي فقط تقول أنا بالنتيجة أطعمت الأولاد ونومتهم لا هذا الجانب البسيط هذا في دورك تجاه الأولاد هؤلاء يحتاجون إلى رعاية نفسية يحتاجون إلى رعاية علمية عن صح التعبير يحتاجون إلى تعليم ديني يعني إلى هذه اللحظة وشباب يأتون ويسألون أنه أنا لا أعرف غسل الجنابة كارثة في هذا الزمان الذي صارت المعلومات الفقهية متداولة جدا جدا وسهلة يسرة جدا والدروس ما شاء الله على وسائل التواصل كثيرة مع ذلك الأم لا تقدم شيئا في هذا المجال كذلك الأب تكبر هذه البنت والمشكلة عادة في البنات لأنه تسع سنوات وعندها حيض وما إلى ذلك فهذه أمرها عشرين سنة ولا تعرف كيفية غسل الحيض لا تعرف أحكام الحيض لا تعرف التفريق بين الحيض والاستحاضة أصلا أصلا لا تعرف التفريق بين الحيض والاستحاضة يعني تأتيني بعض الأسئلة جدا يعني عجيبة جدا بحيث أوليات أحكام الحيض مفقودة جدا لا تعرف ما معنى العادة العادة الوقتية العادة العددية العادة الوقتية العددية المضطربة المبتدئج كل هذا لا تعرف عنه شيئا فقط تعرف شيء اسمه الحيظ هذه كارثة والكارثة الأكبر إذا كانت الأم هي كذلك هذا من موارد التقصير مع الأولاد أنا لا بد أن أعلم ابنتي أربيها على الحجاب أربيها على الأخلاق هذا كله من دوري الأم هذه الوسائل التواصل طبعا فقط الانشغال بوسائل التواصل فقط الانشغال هو بحد ذاته يكون ماذا تقصيرا في هذا الجانب والمشكلة الأكبر إذا صارت وسائل التواصل هي التي تربي الأطفال الأم تجلس مع أبنائها وأولادها وأبناتها ما إلى ذلك ويشاهدون ما يشاهدون هذه مشكلة حقيقة قال بانشغال المرأة عن الاهتمام بالبيت أو الأولاد أو الزوج قاعدة بصف زوجه وتقلب بالموبايل وهذا التعبير العامي لا هم هذا الملطيف الطنطل يقولون الطنطل وقاعدة بصفها ما يصير بعد فترة تجي تفكي شكوا زوجي هاملني زوجي كنت تصوره أنه يحبني وكذا حبه قلق لي أنت إذا 24 ساعة الموبايل يحكي وياش ما تجاوبي يا بجي بيلي غلاس ماء إيه إن شاء الله وتقلب بالموبايل الأكل وينه إن شاء الله على النار وتقلب بالموبايل طبيعي هذا الرجال يضوج من نتيجة يعني سمعد أقول أنه أبرر لبعض التصرفات من الزوج إذا حصلت هذه الأمور لا لكن أقول بالنسبة إلى الزوجة أنت لا بد أن تهتمي بالزوج بحيث هو يشعر يشعر أن هذه أمرأة بنتيجة تحبه تريد أن تفعل ما يرغب به تطيعه مباشرة هذه التأخيرات كما قلت في البداية الأمور تتراكم 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 ثم بعد فترة تنفجر لعله هذه المسألة البسيطة أنه قال مثلا ما وأنت لم تجيبي وما إلى ذلك هذا يجعل شيئا في قلبه ثم بعد فترة تتراكم هذه الأمور إلى أن تنفجر القضية بأنه أريد أن أطلق طبعا عادة يقصر النظر في سبب الطلاق على مسألة معينة فلان طلق لماذا لأن زوجته لم تأته بالغداء تأخرت ساعة لا هي الواقع ليس هذا الواقع أن هناك تراكمات عديدة لأيام وشهور انفجرت في مسألة معينة في الظاهر في الإعلام كما نرى أنه من العجائب أن فلان قد طلق زوجته لأنها لم تأتيه مثلا بالشاي لا القضية مو هيج الناس مو مجانين إلى هذه الدرجة نعم أكو ناس بنتيجة أدهم شيء من الجنون لكن عادة الأمر ليس كذلك الأمر ليس بهذه ماذا الطريقة فهناك أنت لابد أن تلاحظ نفسك ماذا فعلت معه ما هو الذي تراكم إلى أن انفجر في يوم من الأيام الكلام في هذا الموضوع حقيقة طويل جدا لا أريد أن أخذه وقتكم فيه نعم وإن كان هو في الحقيقة مهم جدا لكن نراعي بعض الطلبات أنه لا يريد التأخير قال والإكثار نعم والإكثار من التواصل مع الصديقات 24 ساعة مسلسلات مسلسل ومسلسل مسلسل ومسلسل حتى تسوي أكل مسلسل الموبايل بصفة ترى مسلسل تغسل مع عين موبايل بصفة ترى مسلسل لا يوجد هذا إذا كان يحفظ القرآن قرآن دعوه يعمل و يتو بنتيجة تغسل مع عين ما يعني الصعوب لا تفعل لا تفعل أو اسمع محاضرة مفيدة محاضرة مفيدة شغري مو ألا محاضرة دينية لا محاضرة تثقيفية طريقة تربية الأولاد نصائح في التعامل مع الزوج مثلا هناك محاضرات وبعضهم يعني كلماته قيمة افتحي هذا واستمعي إليه أثناء العمل لا لا يوجد هكذا شيء في حين في حين أن المشاهدة المسلسلات أثناء العمل أمر فيه صعوبة لا بد أن تلتفت إلى الاستماع وإلى الصورة وما إلى ذلك لكن هذه أمور واقعية نراها لكن هذه أمور واقعية نراها نراها في بنتيجة بيوتنا وما إلى ذلك أنه المرأة تهتم بشدة بمسلسلات والأفلام وبعض الأمور الفكاهية ومتابعة بعض الشخصيات والتواصل وما إلى ذلك هذا يكون هو شغلها الشاغل في اليوم يعني هي إما أن تجلس أمام هذه الوسائل أو ماذا مثلا تطبخ أو ما إلى ذلك هذا هو عملها الغالب هو هذا عملها نعم قال والإكثار من التواصل مع الصديقات والزميلات أو اكتساب صداقات أخرى بشكل يخرج عن الحد المعقول طبعا حقيقة السيد يعني ظهر أنه عنده حسن ظن بالمجتمع يعني المجتمع أفضع من هذا بكثير أفضع من أنه يخرج عن الحد المعقول فقط قال وربما اتفق نعوذ بالله حصول علاقات وصلات خاطئة أو غير لائقة هذا أيضا ظهر أنه من حسن تعبيره وحسن ظنه السيد وإلا هي المسألة بالنتيجة علاقات محرمة وفضيعة فضيعة أصلا تثير شكوك الزوج هناك علاقات تأتي بعض الأسئلة بالنتيجة من النساء أنه فلان مثلا كذا لا أريد أن أتكلم يعني واضح المجتمع واضح فهذا علاقة مع فلان وتثير الشكوك حتى وإن كان الواقع هو ليس هناك علاقة لو فرضنا مجرد أن هذه العلاقة تثير الشكوك هو هذا ماذا من حقه أن يترك هذا العمل من حقه أن يترك فقال وربما اتفق نعوذ بالله حصول علاقات وصلات خاطئة أو غير لائقة تثير شكوك الزوج في زمان تكون الثقة فيه هي أهم احتياج في داخل الأسرة الثقة أهم الأمور في الأسرة جدا مهمة كل شيء من شأنه أن يزلزل الثقة في الطرف المقابل المفروض ماذا أن يترك أي شيء أي شيء يزلزل الثقة هذا المفروض أنه يترك قال وكذلك انشغال الآن الكلام عن الزوج وكذلك انشغال الزوج بهذه الوسائل عن المعاشرة اللائقة مع الزوجة والأولاد نفس نفس الكلام نفس الكلام نأتي الآن إلى الزوج هاي مسكينة قاعدة بصفة وفي 24 ساعة يتواصل بالقوة بالقوة رعاية لا تقول هذه التواصلات ماذا يؤثر تهدد سلامة حياته الأسرية أي علاقة مع امرأة أخرى أي علاقة حتى العلاقات التي تسمى بعلاقة شريفة صداقة شريفة أي علاقة لا توجد علاقة مع امرأة شريفة هذا كله عبارة عن أوهام أوهام هي شريفة وبعد حين يحصل ما يحصل أي علاقة اهرب من المرأة هكذا له رواي اهرب من المرأة هروبك من الأسد خروبك من الأسد أنت امرأتك هي زوجتك غير هذه المفروض أنها تترك نفس الكلام على مشاهدة بعض الأفلام مثلا المرأة أحيانا تجلس مع زوجها ويشاهدان بالنتيجة فيلم مسلسل كذا وفيه ما فيه من النساء المتبرجات وبنتيجة غير محتشمات وكأنما الأمر طبيعي هذا يؤثر كثرة رؤية النساء الجميلات يؤثر الزوج بعد فترة يرى أن زوجته بنتيجة ليست من مستوى المطلوب ويتصور أن هذه المرأة هي بنتيجة جميلة في حياتها وكذا المفروض أنه أيضا الإنسان يلتفت إلى هذه الإنسان يلتفت إلى هذه النقطة نعم قال تهدد سلامة حياته الأسرية وصلاحها ولا تجلب له ما يتوقعه من السعادة هو يتوقع أنه سوف يكون سعيدا إذا صادق فلان وفلان وفلان لكن الواقع ليس كذلك هذه العلاقات لا تأتي إلا بالويلات على البيت وعلى الأسرة وعلى نفس الرجل قال بل تستتبع النكدة والعناء والشقاء النفسية والأسرية والاجتماعية والوظيفة هذه كل كلمة تحتاج إلى شرح كبير لا أريد أن أطيل عليكم أنتم تأملوا فيها وانظروا إلى النماذج في المجتمع قال فعلى الرجل والمرأة الاهتمام بعدم الاختلال بعدم اختلال هذا النظام يعني نظام الأسرة وعدم تشويهه بالإفراط في استخدام هذه الوسائل أو الاستخدام غير الملائم أحيانا هناك مشاكل من الإفراط في الاستخدام وأحيانا لا استخدام ليس كثيرا لكنه غير ملائم لو جلس هذا الرجل يتكلم مع غير زوجته لمدة دقيقة واحدة فهذا هو خطأ هذا هو خطأ وإن لم يكثر من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر